والحجاب عبادة والعبادة ليست هروب العبادة ليست هروباً ولكن العبادة نعمة وسعادة لما ربنا فرض الحجاب على المرأة فرض عليها نعمة اسمها نعمة ايه؟ نعمة الكرامة يبقى ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ لأن الحجاب هو ستر العورة وستر العورة كرامة فما يدخل تحجبها عشان ما حد يشتحرش بيك وما تكونيش سبب في الغواية ده بيخلينا كأننا اسمحولي أنا أسف يعني ده كأننا بنبرر التحرش لا التحرش التحرش مش مبرر التحرش حرام شرعاً وكبيرة من كبائر الزنوب وجريمة يعاقب عليها القانون وإحنا عادنا نزوء الغيط ما بقى جريمة يعاقب عليها القانون لكن مدخل ده البنت تقول طب يعني طب وهم ليه ما يخلوش عندهم أخلاق وما تحرشوش بيك ليه الشخص ما يهزبش نفسه ليه ما يغضش هترد كده لكن هذه المداخل نشأت في ظل تدين كمي هو مقتنع إن المرأة الشيطان هو مقتنع اقتنع شديد جداً إن المرأة الشيطان على فكرة ده موجود في تفسيرات اليمين المتطرف طول الوقت واليمين المتطرف مش الإسلام بس اليمين المتطرف الدائم إن المرأة هي المرأة إنسان ولا شيطان مش هي اللغاة أدم ما حصلش كل دي خرافات ومن المداخل كمان اللي بتخلي بناتنا يحسوا إنه فيه عائق بينهم وبين الحجاب مدخل إن البنت المحجبة هي البنت المحترم وغير المحجبة مش محترمين مشكلة الأمر ده وبعض الأب بعض الأهل الأباء والأمهات بيجبروا بعض بناتهم إنهم يقطعوا صدقاتهم بصدقاتها اللي مش محجبات فتحس البنت إن الحجاب هي فرقها عن أصحابها طب يبقى أصحابي اللي هم محترمين أفضل معاهم ولا تحجب لا أفضل مع أصحاب المحترمين فبعض البنات الفكرة دي بتربي جواهم غرور ديني في بعض الأحيين أو تربي إنهم أكثر أكثر تدينوا واحتراما وأدبا من غير المحجبات وما أقولكش بقى أن تشوفنا كتير مع إن العبادة الحجاب عبادة مع إن العبادة تورس العبدة الانكسار لله الإحساس بإن ربنا من عليه فيكون منكسر لله ومؤدب ومتواضع وفقير لله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لكن إن أنت تربي حد على التمييز وأنا عندي مصطلح كده اسمه إيه؟ اسمه التنمر الديني إن حد يجي يتنمر على حد بمعصيته حضرت النبي منع الكلام ده قال له اتق الله فإنه مازال قال له إنه مازال يحب الله ورسوله لا تكون عونا للشيطان على أخيك لما واحد راح وأراد إنه يتنمر على مرتكب كبير وكمان معاقب عليه فقال صحيح الحجاب فريضة وبتساعدنا على مكارم الأخلاق لكن ده مش معناه إن غير المحجبة ما عندهش أخلاق أه طبعا أنا شايف واحد دلوقتي بيقول لي انت هتدفع عن غير المحجبة يا سيدي اتق الله إحنا بليفهم القصة كلها وبنشوف إن الناس على كل حل لها أعراض وكل واحد فينا يقترب من الله بمقدار إقبالها على الله وعشان كده مش هينفع يستمر إنه إحنا نشوف ناس كتير في حياتنا مش معجبات ونحس إنه إحنا بنتعلم معهم بشيء من سوء الأدب وفي نفس الوقت إحنا نجد إنه إحنا بتعلم منه محسن الأخلاق ساعة طيابة ووساعة إخلاص في العمل ووساعة فالناس إحنا بنساعد كده على الفجوة ما بين الدين وبين الحياة إن إحنا نرفض إن الناس يكون عندهم أخلاق وهم مش محاجبين فالربط بين عدم الحجاب وقلة الأخلاق ده ربط فاسد أنا آسف يعني ما حدش يزعل آه إحنا طول الوقت عندنا بنربط أسأنا أنا أمي كلمكم أنا أمي كلمكم على أولادنا وخاصة وإحنا طلعين من سن 14 المفوق أولادنا بنقعد نقول لهم ده فلانة وحشة ونفضل نجيب ونفضل نشكك في أخلاقها ونفضل نقول لهم كذا وإحنا نسيين إن إحنا كده بنتكلم في عرض امرأة مسلمة ونفضل نسر فأولادنا إيه اللي يحصل كل ما نتكلم الأولاد شايفين إن البنت زي الفل بنتنا شايفها زميلتها زي الفل وشايفانا إحنا ناس بنتعضى على الأعراض فإيه اللي حصل تزداد البنت قربا من صديقتها وتحس يعيني إن هي وقاعدة معها عايزة تطبطب عليها وتبوز دماغها على إن عندها في البيت بتكلموا عنها فحس إن في حد ظالمها فإيه اللي حاصل فهي وشايفة ده تقول لأ الكلام ده مستحيح الحجاب مش جاي بأخلاق مين اللي عمل كده اللي عمل الربط ده لأن في بعض الأهل بيجبروا بناتهم على الحجاب بأنهم هيقطعوهم لو ما لبسوش الحجاب تعال بقى ندخل على البتزاز العاطفي بقى هيقطعوهم لو ما لبسوش الحجاب فالبنت تحس بإحساس أشبه بالرفض إن هو شخص مش مرفوض تحس بإحساس أشبه 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 بإحساس